اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج اتشالنج على راديو هواها بطريق خلال شهر رمضان المبارك شالنج النهاردة حيكون بعنوان احذر لسانك ايها الانسان لا يلدغنك انه ثعبان بما اننا في شهر رمضان الكريم المبارك حبيت ان انا اطرح لتشالنج الخطير دوا النهاردة لان البعض يظن ان الصيام ما شرع الا للامتناع عن الاكل والشرب لا الصيام على فكرة مدرسة ربانية من اكبر واعظم مما تتصور ومن ضمن الدروس المأخوذة من المدرسة دي ان الصيام يعني يوجه المسلم انه هو يصوم بلسانه عن كل ما حرم الله عز ودل دايما الانسان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واننا ينبغي ان يستحضر قول الله تبارك وتعالى ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وإذا أحب الله عبدا ورضي عنه وفقه للخير وسدد خطاه في كل ما يصدر عنه من قول أو فعل حتى إنه لا يفعل الشيء أو يتكلم الكلمة لا يلقي لها بالا فيرفع بها الدرجات العظيمة في الدنيا والآخرة أما إذا أبغض الله العبد وسخط عليه خزله في كل موقف وتخلى عنه في كل شدة حتى إنه لا يفعل الشيء أحيانا غير مفكر في عاقبته يفعل الشيء من سخط الله فيهوي في النار سبعين خريف وده والعياذ بالله من آثار ذنوب وآفات الألسنة وإن شئت فتدبر معي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم فاحذر لسانك زي ما اتفقنا الشالنج النهاردة بعنوان احذر لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان نهاردة اللسان ده من أقوى الأدوات على فكرة اللي يا إما حتوصلك لجنة أو حتوصلك إلى نار واخد بالك القوم اللي تدبروا في كتاب الله عز وجل وأخذوا العبرة من آياته ومن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم تأدبوا أدبا شديدا بالكتاب والسنة خاصة يعني لما بدأوا إنهم يوجهوا ألسنتهم في فعل الطاعات والاستكثار من الذكر والحسنات واكتناب المنكرات فبدأوا إنهم يوزنوا ألفظهم ويصوموا ألسنتهم ويحترموا كلامهم فكان نطقهم ذكرة ونظرهم عبرة وصمتهم فكرة وكل دا على فكرة كان بس نتيجة إنهم اتقوا الله في ألسنتهم وخافوا من لقاء الله الواحد القهار وبدأوا إنهم يعملوا بقول المولى تبارك وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس خد بالك لو تدبرت في أكتر من موضع من القرآن هتجد إنه في دلالة عظيمة على فوائد حفظ اللسان يعني ومش القرآن بس القرآن والسنة كمان فلو جينا إن إحنا ناخد مثلا في السنة تجد إنه المصطفى صلى الله عليه وسلم ضمن الجنة لمن حفظ لسانه فقال من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة بل وضمن أيضا المصطفى صلى الله عليه وسلم لمن حفظ لسانه إلا عن الذكر ضمن له النجاح من النار ومن كل شر وبلية فكما جاء في نص الحديث إن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله كيف النجاح قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك بل على فكرة المصطفى صلى الله عليه وسلم جعل الإيمان من ضمن فوائد حفظ اللسان خد بالك فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وجعل أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حفظ اللسان حفظ لبقية الجوارح والأركان يعني أما تيجي تبص لي الحديث الرائق اللي جاء فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول ابتق الله فينا فما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن عوججت اعوججنا بل وجاء أيضا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن النبي قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والآيات والأحاديث على فكرة أكتر من إنها تعد أو تحصى فيه الأمر بحفظ اللسان فالتشانج النهاردة خطير للغاية وينبغي اكتيازك وينبغي يوم بعد يوم إنك تذكر نفسك بالحذر من بلاية الألسنة يعني النهاردة كتير من الناس ممكن يكون وائع في غيبة وائع في نميمة وائع في كتر ذكر للدنيا وائع في كذب وائع في أمور ما أنزل الله بها من سلطان وموقع نفسه للأسف الشديد في سخط بالغ من الله عز وجل وفي سفول لا متناهي فقط من خطايا لسانه فالنهاردة ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة